ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في عمال الدورة الثاني والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في الدوحة بدولة قطر الشقيقة في كلمة له أكد حميدان أن مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية تأتي انطلاقا من الأهمية التي توليها المملكة للعمل الخليجي المشترك وبدفع مسيرته وتعزيز التعاون القائم بين مكوناته وتعميم التجارب الناجحة فيه والارتقاء بالعمل الاجتماعي الخليجي لافت النظر إلى أن البحرين حريصة على الإسهام في انجاح الفعاليات والأنشطة التي ينظمها مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لذلك من دور بالغ في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وتعزيزه وخدمة قضايا وذكر سعادة الوزير أن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى الوصول إلى تنمية اجتماعية مستدامة تقوم على عدالة ومساواة يدعمها أمن واستقرار نتطلع فيه إلى لقي حضاري مشفوع بلخاء العيش والرفاه والازدهار منوها بمساعي وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية لتحقيق هذه التطلعات عن طريق التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الاجتماعية المستمرة